أجيال مضت وأمة العرب تعاني من غياب القيادة الواعية الراشدة ولم يكن هذا الغياب بسبب الافتقار إلى الأدوات والإمكانات التي تؤهلهم لقيادة الأمة خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية التي أفرزت طرقاً جديدة للإدارة الحديثة التي تعتمد على فريق العمل فالشعوب تلتف حول قائدها إذا اقتنعت بتفانيه وإخلاصه من أجل بلده وشعبه فلطالما حلمات شعوب العربية بالقائد الذي لا هم له سوى مصالح الجماهير وحين تجده سوف تتبعه طواعية لا بالصوت والعصى والعصف والإرهاب القائد الذي يستطيع ردم الفجوة بينه وبين شعبه فلا يشعرهم بأنهم عبيده بل يستقوي بهم على كل قوى الأرض لالذي يستقوي بالقوى الخارجية على شعبه لإطفاء غضبهم كما يحصل في أغلب الدول العربية ومن هنا تبرز الحاجة إلى القائد الذي يتعامل على أساس أن زعامته مستمدة من إرادة الشعب ويرى أن القيادة الحقيقية هي الاستجابة لمطالبهم والتعبير عنها وإيجاد الوسائل لتحقيقها ولبد له من غايات كبرى ورسالة يعبر عنها بوضوح ويوصلها إلى كل فرد ويرى نفسه موظفا لدى شعبه لا مالكا لثرواتهم ومقدراتهم يرتع فيه ثم يلقي لهم بالفتات النظام العربي في جله يقوم على مبادئ لم تعد مناسبة للقيادة في هذا العصر فقادة العالم العربي تأخروا في التعامل مع تغيرات كبرى أصبحت ملزمة لمن يريد أن يحافظ على وطنه هذه التغيرات مرتبطة بدور الشعوب في اختيار القادة وبدورها في التعبير عن نفسها وبمكانة الحرية في السياسة والحياة وبالتالي فإن أزمة القيادة ستشكل في المرحلة القادمة أخطر نقطة ضعف في النظام العربي ترجمة نانسي قنقر